بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا النهاردة عندنا ملفين في غاية الأهمية ملف الأول هو قمة المناخ لأنه لا يمكن أن يشغلنا شاغل عن هذه القمة القمة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الأولى دي رقم اتنين في القمم الدولية أكبر تاني قمة دولية بعد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي منعقدة في شرم الشيخ من يوم 6 نوفمبر إن شاء الله وحتى يوم 18 نوفمبر انتهى الشق رفيع المستوى شق الرؤساء والزعماء والقادة ولقاءات الرئيس سيسي مع هؤلاء الزعماء وما نتج عن هذه الاجتماعات وعندنا شقين شق سياسي مرضود سياسي نتائج سياسية وقيمة سياسية تم حصابها خلال هذه الأيام وأيضا المردود الاقتصادي أو القيمة الاقتصادية أو النتائج الاقتصادية لهذه القمة هذا موضوع ملف في غاية الأهمية لأنه النتائج التي تحققت من انعقاد قمة المناخ على أرض مصر فاقت التصورات وفاقت التوقعات ووصلنا لمرحلة لم يكن يعني أي من أشد المتفائلين يتوقع أن يكون هناك تفاعلا دوليا مع القمة المنعقدة في شرم الشيخ بهذا الشكل وبالأرقام هذا ملف الملف الآخر هو عنوانه العريض لكل المصريين وكل أسرة مصرية وهنا أخاطب الشعب المصري من خلال الأسر المصرية والأسرة هي اللي بناء الأساسية لبناء هذا المجتمع مش الفرد الأسرة لأن الأسرة هي اللي حمت هذا المجتمع والأسرة هي اللي هتحمي هذا المجتمع والأسرة هي اللي بتطور المجتمع أو لا قد الله بنتجع المجتمع يتراجع الأسرة المصرية بخير وما قدمته الدولة وما صنعته الدولة وما خططت له الدولة خلال السنوات الماضية هو ترميم الأسرة المصرية من خلال برامج عديدة لسنا في معرض الحديث عنها الآن لكن الأسرة هي التي حامت المجتمع والمجتمع هو الذي حامت دولة أقول أيضا أنه لن تتوقف دعاوة الغل ولن تتوقف دعوات الفوضى ولن يتوقف هؤلاء السفلة عن الهجوم على الدولة المصرية ومؤسستها وأيضا مؤخرا شعبها أقول هذا في معرض حديثي وتناولي لهذه الدعوات التي كانت بمثابة دعوات للخلاص أو دعوات الفرصة الأخيرة كما وصفها رموز الطيار المناوئ للدولة سواء من إخوان أو من تنظيمات مثيلة أو منبثقة أو من كوادر إثارية موجودة خارج الدولة المصرية ولها نهايات طرفية داخل الدولة المصرية دعوات دعوات للفوضى دعوات للتدمير دعوات للتخريب دعوات لإيقاف عجلة التقدم دعوات لتخريب المؤتمر العالمي على أرض مصر دعوات لمحاولة كما كانوا يتمنون لإحراج السلطة المصرية أثناء وجود ضيوف العالم أو الزعمة العالم هنا كانت الحكاية على مدار شهر شهرين مضوا والناس تسأل هو يحصل إيه؟ ناس تقابلنا في الشارع سواء ناس مصريين زينا بسطاء أو ناس حتى متقفين أو حتى ناس في مراكز مرموقة يسأل يقولك أنت توقعك إيه؟ لدعوات الإثارة والفتنة والفوضى وكان ردنا رد واضح جدا ودائم جدا ولم يتغير لحظة الدولة المصرية بشعبها الدولة المصرية بمجتمعها تخطط وتجاوزت هذه المراحل